اشتركوا في القناة وقال له رسميا بقيادة تدريب الفريق غدا الأحد تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع الكرواتي ماريو تومالو جوفيك لتولي منصب مدرب الأحمال للفريق الأول لكرة اليد كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد في الفترة الأخيرة حول طرح إمكانية عودة سيف فاروق جعفر ويوسف أسامى نبيه وأكد أن فكرة عودة الثنائي إلى الفريق الأول غير مطروحة تماما وشدد على أنه هناك رفض لتلك الفكرة بسبب طريقة رحيل الثنائي عن قلعة ميت عقبة ورفض التجديد مع الإدارة السابقة وأتم أن كل الأنباء التي تتردد حول عودة يوسف أسامى نبيه وسيف فاروق جعفر لنادي الزمالك غير صحيحة تماما وهناك تحفظ على تلك الفكرة فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 31-30 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة بالدور الثاني لمصابقة الدور الممتاز بدأت اليوم أعمال خلع وإزالة سيراميك نادي الزمالك في مقر النادي لاستبداله بالإنترلوك حيث عملت الإدارة على تغيير سيراميك أرضيات النادي إلى الإنترلوك والذي تبرع ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق حيث يتكفل هو بهذا الأمر كاملا وبالفعل بدأ العمل اليوم وإزالة السيراميك تمهيدا لتركيب الإنترلوك مع اقتراف فترة الانتقالات الشتوية يستعد الزمالك وحسب ما علمنا لدفع كل مديونيات النادي للاتحاد المصري لكلورة طائرة حتى يتمكن من قيد لاعبين جدد في الفترة الحالية وتبلغ المديونيات 11 مليون جنيه مصدر بالزمالك الزمالك يرغب في التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع نادي زد والذي يقدم مستوى مميز اللاعب يبلغ من العمر 24 عام وترى الإدارة أنه مدافع مناسب للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء وسيكون عنصر مميز في دفاع الأبيض مصدر بالزمالك أكد أنه لم يتم التحرك رسميا من أجل التفاوض مع اللاعب الإفوري روجورو أهولو لاعب وسط الرجاء المغربي مؤكدا أن الزمالك حاليا يهتم بحل أزمة إيقاف القيد وأن مركز خط الوسط من المراكز التي يوجد بها اهتمام كبير من أجل دعمها عقب تحل تلك الأزمة ولكن لم يتم التحرك بشكل رسمي حتى الآن من أجل التعاقد مع اللاعب الإفوري لاعب وسط الرجاء المغربي أحمد المرغني لاعب الزمالك السابق أنا ضد محاولات تجديد عقود فتوح صبحي من جانب إدارة الزمالك والثناء أخطأ في حق النادي وما حدث في معسكر بمغادرة اللاعبين يعتبر من الكوارث حتى وإن تكررت في مراحل سابقة ومشكلة الثناء مع الزناري هي نتيجة طبيعية لحالة التسيب والاستهتار في النادي على مدار فترات طويلة وأضاف لو عاد صبحي وفتوح إلى المباريات بعد تجديد عقودهم فسنعلم وقتها أن الأزمة بالنسبة للإدارة كانت التجديد وليست في مغادرة اللاعبين للمعسكر قبل مواجهة زد وهل اعتذار فتوح مرتبط بالتجديد أم عن الخطأ الذي ارتكبه بمغادرة المعسكر ولا أعرف كيف تفكر الإدارة في مدف اللاعبين وتقوم بالجري وراء لاعب قام بالتوقيع في ناد آخر أحمد المرغني من الصعب أن أشجع الأهل أمام روو الياباني وعمري ما هشجع الأهل في حياتي وأكمل سبق وقلت ذلك بأنني لا أشجع الأهل مطلقا لأنني رجل زمالكاوي وأنتمي للزمالك ودائما هناك منافسة بين الناديين وهذه ظاهرة عالمية بيكي لاعب برشلونة السابق خرج وأعلن أنه يتمنى خسارة ريال مدريد ولا أريد أن يفوز الأهل الإعلام الإماراتي عبدالله الكعبي دورة الوحدة الدولية ستفيد نادي الزمالك من الناحية الفنية خلال فترة التوقف الدولي وستحقق له العديد من المكاسب وتابع نادي الزمالك يمتلك الشعبية الأكبر في دول الخليج العربي والدورة ستشهد حضور جماهير كبير وأضاف إدارة نادي الزمالك الحالية تعمل في ظل ظروف صعبة بسبب الأزمات المتراكمة خلال الفترات الماضية والزمالك يصنع دائما النجوم وشدد شكل الزمالك بدأ يتغير تدريجيا من الناحية الفنية منذ تولي معتمد جمال المسئولية الفنية والنادي يحتاج للعديد من الصفقات القوية في يناير المقبل وأتم أطالب جماهير نادي الزمالك بالصبر على الفريق لأنه يحتاج إلى وقت لكي يعود الفريق لكامل قوته الفنية أكد سيف الدين الجزيري أن مسئول الزمالك لم يتحدثوا معه حول فكرة الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مثلما تردد مؤخرا ونفى اللاعب في تصريحات لموقع فوت 24 تلقيه عرض من نادي البنك الأهلي مؤكدا أنه لا يعلم شيء عن هذا الأمر أكدت تقارير إعلامية أنه حتى الآن لم يتم حل أزمة القيد في الزمالك مشددا على أن حسم مستقبل ثناء الفريق مرتبط بتلك الأزمة وأوضحت التقارير أن موقف السنغالي إبراهيمانداي والبنيني سامسون إيكينولا ثناء هجوم الفريق سواء البقاء مع الفريق أو رحيله في يناير المقبل مرتبط بأزمة القيد وشددت على أن موقف الثنائي يرتبط بإنهاء أزمة القيد بجانب الاستقرار على التعاقد مع لاعبين أجانب جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة المنتظرة لتدعيم الخط الهجومي وأوضح أن مجلس إدارة نادي الزمالك لن يقوم بحسم مصير هذا الثنائي الإفريقي إلا بعد التأكد من حل أزمة القيد والاتفاق مع لاعبين أجانب جدد من أجل تدعيم صفوف الفريق مصدر بالزمالك محمود علاء سيعود إلى صفوف الفريق إلى المعسكرات الفريق الأبيض في الإمارات في شهر يناير القادم محمود علاء سيكون جاهز لمعسكرات الزمالك في الإمارات وخوض كل المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك بعد أن تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها علق مصدر مقرب من الفرنسي سبيستيان ديسبرا مدرب بيرامدز والإسماعيل السابق والحالي لمنتخب الكونغو الديمقراطية على الأخبار المنتشرة بشأن ترشيح اسمه لتدريب نادي الزمالك مصدر مقرب من ديسبرا علق على هذه الأخبار وأكد أنه غير صحيحية والزمالك لم يتفاوض مع ديسبرا كما تحدثت بعض الأخبار وأكد أن ديسبرا حاليا هو المدير الفني لمنتخب الكونغو الذي سيشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة في كوديفوار وكل تركيزه الآن مع المنتخب الكونغولي وواصل الفرنسي ديسبرا لا يفكر في مغادرة المنتخب الكونغولي في هذا التوقيت ويرغب في عمل نتائج إيجابية في البطولة الإفريقية وفكرة عودته للدور المصري هو لا يمانع فيها وتدريب أي نادي مصري ولكن أي حديث في هذا الأمر سيكون بعد بطولة الأمم الإفريقية وحاليا لا يوجد مفاوضات مع الزمالك كما تردد عاطف الأحمدي الناقض الرياضي السعودي أكد أنه لا يزال هناك رغبة من جانب الشباب السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وتابع أن إدارة نادي الشباب السعودي رفعت القيمة المالية من أجل التعاقد مع أحمد سيد زيزو إلى 10 مليون دولار وأن إدارة الشباب تنتظر موقف ورد مجلس إدارة نادي الزمالك على هذا العرض في ظل أن النادي والجمهور في الشباب يرون أن الصفقة سوف تكون تاريخية بس كده هدي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفكرة خفيفة على قلبكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوا هلنا في التعليقات بس كده السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر